اهلا بكم مع حباء المشاهدين في حلقتين جديدة من برنامج رأي تظهر ألاف الجزائريين في العاصمة الجزائرية وغيرها من المدن للمطالبة بخمسة مطالب وهي رحيل كل رموز نظام رئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة بالإضافة لإنشاء هيئة مستقلة وعليا لإجراء الانتخابات بالإضافة لأن تكون الانتخابات المقبلة نزيها وشفافة وتسفر عن رئيس شرعي للبلاد بالإضافة أيضا لحرية الإعلام ومواصلة مكافحة الفساد تلك التظاهرات التي عمت البلاد تأتي أيضا بعد دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي حول هذا الموضوع حباي المشاهدين يسعدنا أن ينضم إلينا واحد من محاربي الصحراء الجزائريين الإعلامي حفيظ دراجي أهلا بك أستاذ حفيظ مرحبا ناخر العزيز أهلا وسهلا بك وكل مشاهدنا الكرام أهلا بك أهلا بك بداية كيف ترى مواصلة الشعب الجزائري لحراكه السوري أعتقد أن الحراك مر بفترة ساعة شوية خلال هذا الصيب بسبب إجازات الناس وسبب أيضا نعطل المدرسية وسبب أيضا حرارة الصيب وشهر رمضان ولكن امتداء من الجمعات التي مرت الجمعات الثلاثين الثلاثين كانت مفصلية عادة فيها شعب الجزائري لشارع ليؤكد على مطالبه المشروع في رحيل كل النظام وإجراء الانتخابات الرئيسية بعد توفير الشروط القانونية والشروط السياسية التي تسمح لشعب الجزائري باختيار رئيسه هذه المرة بشكل حر من دون تدخل العسكر والجيش الذي كان دائما هو وطني ورؤساء الجمعة الماضية كانت مفصلية أبانت وأكد فيها شعب الجزائري إصراره على مطالبه وأكد فيها رفضه لإملاءات قائد الأركان الجيش الوطني شعبي الذي يريد أن ينصب رئيس ولا يريد أن ينتخذ الشعب رئيسه ولكن رئيس أركان الجيش الجزائري القيد صالح يدعو لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي دون النظر للمطالب التي يطلب بها الشارع الجزائري والمتمثلة أولا في رحيل كولر موز نظام رئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة فكيف رأيت هذا الأمر أستاذ حفيز؟ هو عناد يقابله إصرار هذا عناد من قائد الأركان يقابله إصرار كبير من الشعب الجزائري وهذا دليل آخر على نقاء الأركان يريد أن ينصب رئيسه الجاهز ولا يريد أن ينتخذ شعب الجزائري رئيسه إصراره على ضرورة إجراء الانتخابات وبأسرع وقت فيه دليل على ذلك شعب الجزائري كله يدرك ويعرف ويريد الذهاب إلى الانتخابات ولكن لا يريد الإسرع في التهاب إلى الانتخابات من أجل تجديد خلايا هذا النظام لأن هذه الحكومة عينة عبد الفريقة بن صالح كان يشتغل مع عبد الفريقة قاعد صالح كان يعمل مع عبد الفريقة حز جباد التحرير وتجمع الوطني الديمقراطي ما زال تحت لواء بقايا هذا النظام فلم يتغير شيء لحد الآن الشعب الجزائري يدرك بأنه لو جرت الانتخابات في هذه الظروف سننتج رئيس لعصابة جديدة سننتج نظاما من بقايا نظام بطفقة ولن يتغير شيئا في الزائر والنظام للأسف لا يدرك بأن تنصيب رئيس جديد من بقايا النظام وعدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيبقى البلد في ظل توتر دائم توتر مستمر قد تزداد فيه المطالب وتتغير فيه حتى وسائل النظام لتتحول مثلا إلى مسيرات يومية لتتحول مثلا إلى إضرابات عامة في تشل كل القطاعات أتصور بأن الأمور إذا استمر العناد ستتغير الأمور إلى هذا الشيء ولكن البعض يشير أستاذ حفيظ إلى أن الفريق قيد صالح بدعوته لإجراء انتخابات رئيسية قبل نهاية العام الحالي لأن هذا الأمر يدلل دلالة قطعية على أنه يريد المرور من الأزمة الراهنة في أسرع وقته فما تعليقك على هذا الأمر؟ لا 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 هو لا يريد الخروج من الأزمة في أسرع وقته ويريد إخراج بقايا النظام من الأزمة في أسرع وقته فرق بين من يريد لهذه الدولة ولهذا الشعب يخرج من أزمته وهو ما يريده كل الشعب الجزائري أقول كله وليس أغلبه أو بعضه وفرق بين من يريد إنقاذ رأسه ومن يريد إنقاذ بقايا النظام والاستمرار في التحكم في هذه الجزائر وليس في الحكم في هذه الجزائر شتان بين هذا وذاك نحن نريد الانتخابات ولكن نريدها نظيفة حرة شفافة مع شروط سياسية وقانونية هو يريد انتخابات بسرعة لأنه يريد تنصيب رئيسه بسرعة ولأن الشعب الجزائري أدرك هذا التحايل الجديد لذلك هو يقف في وجهه ويقف في وجهه كل جمعة وكل تولتاء من خلال الطلبة وسيقف في وجهه إذا ما تم الإعلان عن استدعاء الهيئة الناخبة مثل ما أشار له في الخامس عشر من سبتمبر وبعدين بأي صفة وبأي حق يدعو أو يقترح استدعاء الهيئة الناخبة بداء من الخامس عشر من سبتمبر بأي حق وبأي صفة يخطب في الشعب أربع مرات وبأي صفة وبأي حق يخطب من السكنات ورئيس الدولة مغيب وحتى يمكن أن نقول عنه بأنه مختطف وكذلك مثل ما كان بطفيقة مختطف وكنا نقول عنه بأنه مختطف واتضح بأنه كان مختطفا بأي صفة في دولة نريد أن تكون دولة مدنية نريد أن تكون دولة يقرر فيها الشعب الجزائري من يحكمه وليس شخص دائمه إذن أستاذ حفيز مدور الذي ألعبه رئيس الجزائري المعقد عبدالقادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي مجرد ديكور يا سيدي ما احترامي لهذه الشخصين ولكنهما مجرد ديكور يريد أن يمرر من خلالي مع قائد الأركان كل ما يريده هو يتحدث عن الاحترام دستور أين الدستور؟ دستور هو دستور بطفقة دستور باطل ما بني على باطل فهو باطل أين الدستور وهو الذي يخطب وهو الذي يقرر؟ هل هذا موجود في الدستور؟ أين الدستور ورئيس الحكومة ووزراء الحكومة منبوذين كلهم في كل الزيارات يجري خلفهم ويلفظهم الشعب الجزائري؟ أي دستور هذا الذي ينص على أن رئيس الدولة يبقى أكثر من تسعين يوما؟ الدستور ينص على أن رئيس الدولة يرأس الجزائر تسعين يوما ينظم فيها انتخابات نحن اجتزنا تسعين يوما بلغنا ستة أشهر ولم ننظم بعد انتخابات وبعدين مدام فشلوا في تنظيم الانتخابات فليرحلوا وإذا أرادوا أن يطبق الدستور ففيه أحكام الدستور ما يثمين عن ما يجعلنا نخرج من هذه الأزمة وبعدين الدستور بالنسبة للشعب الجزائري الشعب الجزائري هو الدستور وليس الدستور هو الذي يتحكم في الشعب الجزائري نعم أستاذ حفيز دعنا نشاهد مقطع الفيديو هذا والذي يظهر جانب من التظاهرات التي جرت في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة الماضي أستاذ حفيز جحافل المتظاهرين تلك والتي تعبر عن مدى تحضر ورقية الشعب الجزائري ومواصلة أيضا حراكهم للإسبوع التاسع والعشرين ماذا تود أن تقول عنه عن هذا المشهد؟ هذا مكسب كبير جدا للشعب الجزائري يجب أن نحافظ عليه وهذا قد أن شعب الجزائري تمكن أن نحافظ على سلميته وعلى هذا المكسب الكبير الشعرات والنفتات التي ركعتها لذلك الجمعة كذلك تقين مدى حرص الشعب الجزائري على سلمية تراكه مدى حرص الشعب الجزائري على مطالبه مدى وعي الشعب الجزائري بضرورة حدود التغيير ووعيه أنه إذا فتت هذه القطة هالجزائر ستدخل في دوامة أخرى نعم ستدخل في دوامة أخرى من السد والمجد بين نظام غير سرعي والسعر الجزائري هو الصاحفة السرعية وهو الذي يقرر مصيره أعتقد أن الجمعة المقبلة سنشهد حراسة أكبر والذي بعدها حراسة أكبر وأعتقد أنه ليس هناك أي إرادة فوق إرادة الشعب حتى ولو أعلنوا عن تنظيم الانتخابات قبل نهاية ثالث سنة فإن لا أحد السيطرة ستحلها إلا أجلان النظام لن تكون هناك حملة انتخابية ولن تكون هناك مشاركة سعبية وبالتالي فإنها ستكون انتخابات من دون التقليد أستاذ حفيز قوات الأمن في تلك المرة حاولت منع المتظاهرين من الوصول لساحة البريد المركزي ولكن المتظاهرين تمكنوا من الوصول إلى هناك فما دلالات هذا الأمر؟ دلالة الوحيدة هو أن شعب أقوى نعم رجال الأمن تصرفت بحكمة على مدى ستة أشهر الماضية رغم بعض الهفوات هو الذي نعتبرها عادية وطبيعية في ظل هذا الزخم وهذه القوة الشعبية ولكن الدليل الكبير هو أن هذا الشعب الجزائري شعب صبور شعب مصابر شعب مقاوم شعب صابر شعب مصر أيضا على مطالبه مغم كل المعوقات التي قد تظهر من أسبوع إلى آخر أو في مدن جزائرية أخرى رغم بعض الاعتقالات لبعض المشطاء وبعض المواطنين العاديين فإن الإصراف كبير وكبير جدا على ضرورة مواصلة على الحراك بسلمية وبأدب وباحترام تجاه الأشخاص وتجاه المؤسسات ولكن لا سبيل للخلاص من هذا المأزق سوى الانتجابة للمطالب الشعبية بضرورة توفيق الشروط القانونية والسياسية لتنظيم انتخابات فعلا تكون نجيها البعض يقول بأن قيم قوات الشرطة بمنع المتظاهرين من الوصول لصحة البريد المركزي وذلك من أجل عدم الإخلال بالأمن وتحقيق شيء من الأمان في العاصمة فكيف رأيت هذه التبريرات؟ عادي جدا عادي جدا يبررون كما يشاء هنا المهم أنه لن يكون هناك أي صدام المهم أن شارد ذائر محافظة على أصابه وعلى برودة تنمو وعلى ثمية خراكه هذه إجراءات تتخذ قد تتخذ لأسباب أمنية وقد تتخذ من أجل التذيق وإظهار للناس أن الحراك انتهى الحراك لم ينتهي الحراك عاد بقوة وعاد البارحة حتى في خراطة التي انطلق منها الحراك قبل 22 من شهر فبراير لو تذكرون من مدينة خراطة انطلق الشعب الجزائري وبعده بكثة أيام كان الحراك 22 من شهر فبراير من سنة 2019 أتصور بأن تصرفات الأمن لا يمكن أن نعتبرها بأنها معوقات كبيرة جدا بمنسبة للشعب الجزائري لأنها لم تصل إلى حد الصدام والحمد لله أستاذ حفيظ كيف ترى المجهودات التي تقوم بها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار وبرأيك ماذا ستسبر النتائج عن تلك المجهودات هي فيها وعليها هناك الكتام في الأوصاف الشعبية حول هذه اللجنة حول مكوناتها حول غاياتها حول سلطتها حول قدرتها على إقناع السلطة الفعلية بالمقترحات التي جمعتها شعر جزائري يؤمن بشيء واحد هو أنه ضرورة الاتزام بتحقيق مطالبه كل مطالبه سواء عن طريق لجنة الحوار هذه أو عن طريق عقلاء أو عن طريق رضا السلطة مباشرة وفهمها لهذه المطالب وتطبيقها مباشرة أنا عندي رأي وجهة مضاري ولكن الشعب الجزائري أيضا منقص تجاهته اللجنة والغالبية من حيث المبدأ يطبعون الوجوه التي شاركت فيها ويطبعون حتى هذه اللجنة التي لا يعتبرونها ممثلة للحراك هم أيضا قالوا بأن أم لا يمكن الحراك ولكن هذه اللجنة لا تمثل الحراك تطور بأنها تمثل السلطة أكثر مما تمثل الفراك لأنها معينة من طرف السلطة نعم رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قيد صالح يشيد بمجهودات الكبيرة التي تقوم بها تلك اللجنة في حين نرى البعض وكثير من المتظاهرين ينتقدون تلك اللجنة ويقولون بأنها لا تنظر مطلقا لمطالب الحوار وأنها تفعى فقط لإقامة انتخابات رئيسية في أسرع وقت فما رأيك في هذا الأمر إذا كان قائد أركان يشيد بها ويقدرها ويسمي المجهوداتها لماذا يقرر في مكانها لماذا لم ينتظر حتى تصل إلى خلاصة نتائج مفاوضاتها وحوارها مع الأطراف المعنية في اللجنة لماذا لم ينتظر وقرر لوحده أن تكون أو أمر لوحده بأن يتم دعوة الهيئة الانتخابية في الخامس عشر من سبطمبر الجاري وإجراء الانتخابات في نهاية هذه كان من المفروض حتى تقديري أن اللجنة هي التي تقترح هذا الأمر وليس قائد الأركان هو الذي يأمر هي التي تقترح التاريخ ومتى وكيف وتقترح أيضا التغييرات التي يجب أن تكون على قانون الانتخابات وتقترح حتى تركيبة الهيئة المتقلة لمراقبتها للانتخابات ولكن أعتقد بأن حتى قائد الأركان ولا أي تقدير ولا أي احترام رغم أن هو في حد ذاته والسلطة القائدة هي التي عينتها اليوم نعم ونحن نجد أنه مع استقالة رئيس عبد العزيز بو تفليق نجد انسداد كبير في الأفق السياسي وذلك بسبب تصلب المواقف لدى مختلف القوى السياسية لكيفية الخروج من الأزمة الراهنة فكيف ترى هذا الأمر أستاذ حفيز من يوجد في أزمة اليوم هو بقايا النظام وليس الشعب الجزائري الشعب الجزائري يختار الشعب الجزائري يقرر الشعب الجزائري طالب في مطالبه ولكن السلطة هي التي توجد في أزمة ليس هناك أزمة أزمة سياسية في الجزائر هناك أزمة سلطة في الجزائر ليس هناك أزمة كما يتعلق بالشعب لأن الشعب موحد حول مطالب منذ إلغاء الوهدى الخامسة إلى إلغاء تمديد الرابعة إلى ترحيل البتفليقة لأنه بودفق لم يستقل. بل الشعب الجزائري هو الذي أزاحه. وبعدين في الأيام الأولى للحراك قاعد الأركان كان يقول عن الشعب الجزائري بأنه مغرر بهم. وكان يقول بأنه هو معه الهدى الخامسة. واليوم يقول بأنه يعتبر الحراك بأنه لا شيء وهو من أزاح بودفق. الشعب الجزائري يعرفه. ذلك جيدا. ونعرف الكاريخ ونعرف التفاصيل ونعرف بأن الذي يحدث في الجزائر. الذي حدث في الجزائر كان بإرادة الشعب. والذي سيحدث بعد اليوم أيضا. سيكون بإرادة الشعب وليس بإرادة الشعب. صحيح. أستاذ حفيز هناك مواقف متباينة لمختلف الأطراف. طرف نجده يطالب برحيل كل رموز نظام رئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وعلى رئيسهم رئيس الجزائري المعقد عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي. وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. في حين البعض الآخر ويمثله أيضا قائد أركان الجيش الجزائري. الذي يطالب إجراء الانتخابات في أسرع وقت. دون النظر لمطالب الحراق. والمتمثلة في رحيل نور الدين بدوي أو عبد القادر بن صالح. طرف آخر يطالب بمرحلة انتقالية يدرها مجلس تأسيسي. فكيف ترى هذه الأطراف ومواقفها المتباينة؟ الاختلاف في أوساط الشعب هو ظاهرة صحية. لأنه لا يمكن لشعب الجزائري أن يتوافق أو يكون له وجهة نظر واحدة. هناك قلول كثيرة جدا. يمكن أن نتوافق حولها. لذلك أقول بأن هذا الاختلاف في الأوساط الشعبية هو ظاهرة. صحية يجب أن تحترم وليجب أن نتوقف عندها كثيرا. ولكن الاختلاف بين الشعب وبين بقايا النظام هو المعضلة وهو المشكلة وهو الذي قد يعقد المشكلة أكثر وأكثر. شعب الجزائري يمكن أن يتوافق بعد أن تتحقف مطالبه الكبرى مطالبه الأساسية. بضرورة بقايا النظام وتأسيس لجنة مستقلة وتوفير الشروط السياسية والقانونية. عندما نتحدث عن الشروط السياسية والقانونية تدخل فيها بونوت كثيرة جدا. هناك من يتحدث عن مجلس رئاسي. هناك من يتحدث عن مجلس تأسيسي. هناك يتحدث عن مرحلة انتقالية. ولو أننا نعيش المرحلة الانتقالية دون أن نعيد ذلك. لأننا دخلنا المرحلة الانتقالية بعد اندهاء فترة التسعيل يوم. التي التي تعطى لرئيس الدولة في تستور الجزائر فالاختلاف أنا بالنسبة لي هو رحمة هذا الذي يحدث في الأورساط الشعبية ويمكن حله ببساطة باللجوء إلى الانتخابات بعد توفير الشروط الأزمة موجودة في بقايا النظام وليس في أورساط الشعب فلا يجب أن نحتار ويجب أن نعتبرها أمور عادية وطبيعية جدا أن يكون اختلاف بين مواطن آخر جزائري بين جمعية وجمعية بين حزب وحزب في كيفية الوصول كيفية توفير هذه الشروط في الوصول إلى الانتخابات الموجودة نعم أستاذ حفيظ أنت إلى أي رأي تميل وما هي المبادرة التي يمكن أن تخرج وتصدر عنك للخروج من الأزمة الراهنة والله أنا مع مجلس سميه ما شيء مجلس أو قيادة جماعية من العقالة من الناس بخبار العقالة اللي عندهم خطرة وتجريبا لفترة لا تزيد عن ستة أشهر هذا المجلس يشكل حكومة تقنقراط من المستقلين هذه الحكومة هي التي في عهدها تكون الانتخابات ليست هي من تشرف بل اللجنة المستقلة أو السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات هي التي تتولى تنظيم هذه الانتخابات مجلس رئاسي حكومة تقنقراط هي مستقلة لتنظيم الانتخابات تغيير بعض القوانين أو كل القوانين المتعلقة بالقانون الانتخابات وبعدها سمح للناس بأن يترشحوا وبأن تجري الانتخابات في ظل شفافية المطلقة هذا هو وجهة نظري أنا ولكن أنا لا أختلف مع من ينظرون إلى الأمر من وجهة نظر أخرى يجب أن نحترم الجميع ويجب أن نتوافق ما دمنا أبعدنا الشعب الجزائري عن إيجاد الحل فلن يكون هناك أي حل سيصر الشعب على كل مطال نعم بالفعل أستاذ حفيظ دعنا نلقي نظرة على التغريدات والتدوينات التي تحدثت حول آخر تطورات الأوضاع في الشارع الجزائري لكي نأخذ رأيك فيها بدات تلك التغريدات من مريم بالعالية والتي كتبت لتقول بأن الشعب يقول رصدكم غير كاف لإجراء الحوار وطلب ولم تكمل كيف ترى تلك التغريدة وهو أن الشعب يرفض الحوار متداولة بشكل كبير في صحيح التواصل الاجتماعي نعم وكانت فيه الأفكات أيضا مرفوعة رصدكم انتهى والانتهى رصيده مش ممكن أن يتكلم في التليفون الانتهى رصيده مش ممكن أن ينظم الانتخابات أو يخطط لمستقبل الجزائر لأنه مستقبل وراء ظهره بينما المستقبل للأجيال الصائدة وليس لمن ساهم مع أبو تفريقا في تهديم هذا الوصع نعم فحيح دعنا أيضا نلقي نظرة على التغريدة التالية عائشة كتبت لتقول لا بد أن يستمر حراك الطلبة لأن مستقبل الجزائر مسؤوليتنا كيف ترى تلك التغريدة وكيف تتابع الحراك الكبير الذي يقوم به الطلبة الجزائريون نعم حراك الطلبة كان هو الوقوت لحراك الشعب يوم الجمعة والشيء اللي لاحظنا في الأسبوع القليل الماضي أن حراك الطلبة انضم إلي أبناء الشعب الجزائري من كل الأطياف صار أقوى وأضخم وأكبر وأكثر تأثيرا وصار يعطي نفسا أكبر وأفضل للمسارات الشعبية ليوم الجمعة بالفعل دعنا أيضا نلقي نظرة على التغريدة التالية التي لدينا ريما كتبت لتقول وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 كيف ترى تلك التغريدة واقتبسها لكلمات من النشيد الوطني الجزائري هذا شعار كل جزائري حر في هذه الجزائر خاصة من الأجيال الصعيدة التي ما زالت تؤمن بالقيم والمبادع التي قامت عليها ثورة نوفمبر وتؤمن بأن هذه القيم وهذه المبادع لا تزال روحها في القيم والمبادع لا تزال صالحة بكل زمان ومكان لأن العمر يتعلق بنفسية وبهنية وفكر وثقافة يجب أن تحافظ عليها الأجيال اللاحقة نعم دعنا أيضا نلقي نظرة على التغريدة التالية ومن ريمة إلى التغريدة الأخرى والتي تتحدث أيضا عن الحراك الجزائري يقول المدون في تلك التغريدة لقد جاءتك الفصل الخطابي أقايد صالح من أحرار الجزائر فاستجب أو إرحل كيف ترى تلك التغريدة من هذا المدون أستاذ حفيظ وهو مطلب فئة كبيرة جدا من أبناء الشعب الجزائري نحن لا نحقد وليس لدينا مشاكل مع الأشخاص ولا حتى مع مؤسسة الجيش لأن من يعتقد بأن الذين يخرجون في المسيراتهم ضد الجيش فهم كاذبون ومفترون الجيش هو جيش هنا وليس جيش القايد صالح الجيش هو سندنا الجيش هو دعائم من دعائم الحراكة الشعبية الجزائرية فلا يجب أن نخلط بين الأشخاص مثلما كان يقال زمان بأن بودفريقة هو الجزائر بودفريقة رحل وبقية الجزائر بودفريقة لم يكن هو الجزائر وقايد صالح أو غيره لم ولم يكن هو الفش إذن ما هي الكلمات التي تود أن تختم بها حديثك أستاذ حفيظ في حلقة اليوم من برنامج رأيي أريد أن أطمئن أحبائنا وكل الأحرار في الجزائر وفي العالم بأن ثورة الجزائرية هذه المرة إلا سنتظر أن إرادة الشعب قوية وكبيرة جدا هذه المرة والوعي الذي وصلنا إليه والسلمية التي نخلط بها ثورتنا درسا كبيرا للأمم وبتالي دعوتي أيضا إلى أن لا نضيع مثل هكذا فرصة لأنها لن تتاح مرة أخرى أو ربما ستتاح بعد خمسين أو ستين سنة نريد أن نبني جزائر بالحب وبالعدل ولا نبنيها بالحقد وبالانتقام والكرهية وتصفية الحسابات لأن كل هذا لأن الحقد يولد الحقد والكرهية تولد الكراهية والتطرف يولد التطرف ونحن نريد أن نبني جزائرنا بالحب وبالعدل هذا هو الأسف نعم بالفعل كلام رائع للغاية أستاذ حفيظ دراجيا الإعلامي الجزائري أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في حلقة اليوم من برنامج رأيه شكرا جزيلا شكرا لك كما أشكركم أيضا أحباء المشاهدين على حسن متابعتكم لنا ونراكم بإذن الرحمن غدا في نفس الموعد إلى اللقاء اشتركوا في القناة